اترى انسحاب الكريملين من اتفاقية تصدير الحبوب والاسمدة عن طريق البحر من اوكرانيا انخفضت صدرات المواد الغذائية الاوكرانية الحيوية التي غذت 400 مليون شخص في جميع انحاء العالم قبل الازمة الاوكرانية ودخلت بلدان عديدة حالة طوارئ غذائية من بينها دول عربية طبعا البلدان التي ستعاني من نقص القمح هي البلدان التي لا تعتمد في سياستها الاقتصادية على الزراع لان المنتوج العالمي سيكون في تناقص بسبب الحروب والنجاعات الاقليمية والتغيرات الملاخية والزيادة الطلب على المنتوج والعديد من الاسباب الخبراء يحضرون من حدوث مجاعة خاصة في وقت يحتاج فيه ازياد من 362 مليون شخص في 69 دولة الى مساعدات انسانية عاجلة وفي قلب هذه الازمة العديد من البلدان العربية سترتفع لديها فاتورة الغذاء الامر الغذائي هو السيادة الغذائية المحلية هذه الرؤية لازم تكون موجودة لدى المختصي أو مسيري السياسة الزراعية في الجزائر ما هوش قدرة شراء المنتوج المشكلة المقص الفادح للحبوب بصفة عامة اذن مهمة البلدان توفير هذه المواد الاستراتيجية الاساسية مهما كانت الظروف الدول النامية او السائرة في طريق النمو هي التي تتأثر كثيرا من هذا العجل الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في استيراد القمح وفقا لتقرير عن منظمة الزراعة والاغذية العالمية وانسحب روسيا من اتفاق الحبوب سيكون محدود التأثير عليها في اطار الاستراتيجية الجديدة لتنويع المستوردين